اشتركوا في القناة التقى قائد الحرس الجمهوري العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح مع وفد المنظمة برئاسة السيد جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللقاء كرسة لبحث القضايا المتصلة بحقوق الإنسان في اليمن وخصوصا خلال العامين الماضيين من دون دلع الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد حيث جدد قائد الحرس الجمهوري التأكيد على التزام القوات المسلحة بحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن والتصدي للإرهاب والخارجين على النظام والقانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمقدرات الاقتصادية للبلد واستعرض العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح التضحيات التي قدمها منتصبو الحرس الجمهوري إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة والأمن وما تعرضوا له من إصابات خلال المعارك التي خاضوها في سبيل مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار وأكد أن قوات الحرس الجمهوري كانت وما زالت وستظل إلى جانب الوطن والمواطن ولا يمكنها في يوم من الأيام أن توجه أسلحتها إلى صدور أبناء الشعب وفد منظمة هيومون رايس ووتش اطلع على الإصابات التي تعرض لها الجرحى من أبناء الحرس الجمهوري أثناء أداء واجبهم الوطني والدستوري واستمعوا من الجرحى إلى شرح حول الاعتداءات التي تعرضوا لها والتي كان معظمها أثناء تواجدهم داخل معسكراتهم في مناطق عدة من اليمن ومحاصرتهم عدة أشهر بهدف جرجرتهم إلى خوض معاركة عمق الهوة التي أحدثت الأزمة بين أبناء الوطن الواحد وإخراجهم عن المسؤولية المناطة بهم مؤكدين أن حكومة الوفاق لم تلتفذ إلى الجرحى والمعاقين من أبناء القوات المسلحة ولم تولهم أي اهتمام أو رعاية حتى الآن بل دأبت على التعامل مع الجرحى وفق معايير حزبية وزادت على ذلك بأن اعتمدت مليارات الريالات لجمعيات تابعة لبعض الأحزاب السياسية مطالبين الحكومة التعامل مع جميع جرحى الوطن وفق معيير موحد دون تمييز أو محابة كما أشاروا إلى أنهم لم يحظوا بأي اهتمام من قبل الحكومة عقب إصاباتهم بل إن البعض لا يزال يرقص على أنينهم وجرحتهم هؤلاء هم جرحى الوطن الذين لا ينتمون لأي حزب أو طائفة سياسية ولا ذنب لهم سوى أنهم قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الذود عن الوطن ورفعته ومكاسبه وإنجازاته ترجمة نانسي قنقر